تحية طيبة عزنا متداولين أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض الأسبوع الماضي حيث أصبح الفارج بين عوائد ثلاثة أشهر وعشرة أعوام ثالباً كما يعتقد على نطاق واسع أن انعكاسات منحنة العائد هو مؤشر رئيسي للركود في الاقتصاد حيث تراجع سوق الأسهم على الرغم من خطط المجلس الاحتياط الفدرالي بعدم رفع سعار الفائدة هذا العام بدلاً من التوقعات السابقة لرفع سعر الفائدة والتقدم في المفاوضات التجارية الأمريكية مع الصين حيث قال الرئيس دونالد ترامب أن الإدارة تقترب جداً من صفقة تجارية مع الصين أولاً انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.8% بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي ICE بنسبة 0.1% ثانياً واصل مؤشرين أسيويين من بين ستة مؤشرات عالمية كبرى مكاسبهما بينما تراجعت مؤشرات أخرى في الأسبوع الماضي كمعانا مؤشر داو جونز من انخفاض حاد حيث فقد بنسبة 1.3% ثالثاً عكست جميع المؤشرات الرئيسية الستة ديناميكيات الأسبوع السابق مقابلة دولار الأمريكي في حين ضاقت نطاق التقلبات كما كان لين الياباني الرائد من حيث نسبة التغير فقد ارتفع بنسبة 1.4% مقابلة دولار الأمريكي سيزور كل من الممثل التجاري الأمريكي ووزير الخزانة الصين يومي 28 وال29 من مارس لمواصلة المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قبل تكشف السطار عن منتجات جديدة يوم الاثنين كما سيصوت البرلمان البريطاني على صفقة خلوب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء حيث ضحز رئيسة الوزراء تريزا ماي بدعم وزير الخزانة فيليب حاموند وأعضاء مجلس الوزراء الآخرين يوم الأحد كما سيعقد منتدى بواو الأسيوي الصيني مؤتمره السنوي هذا الأسبوع تمنياتنا لكم بالكثير من الأرباح وإلى اللقاء اشتركوا في القناة